اكتشاف القرن تعلن عنه وكالة ناسا للفضاء الكشف عن اكثر من كوكب بهم ماء وغلاف جوية ويمكن للبشر العيش فيهم الكوكب الاول اكتشف فريق من الباحثين كوكبا يقارب حجمه حجم الارض ويحوي مياها سائلة ويمكن للبشر حسب ما توصل اليه العلماء ان يعيشوا على سطحه بصورة طبيعية ويحمل الكوكب اسم كيبلر وان ايت سيكس اف ويقارب حجمه حجم الارض وهو اول كوكب بحجم الارض يتم اكتشافه في نطاق المنطقة المعتدلة وهي المنطقة التي تبعد عن النجم مسافة كافية لان يكون الماء في حالة سائلة وبالتالي تكون الانسب لاستضافة حياة خبر رائع ليس كذلك هناك مشكلة واحدة فقط هي ان الكوكب يبعد عن الارض اربعمائة وتسعين سنة ضوئية وهو ما يعادل اربعة فاصل ستة مليون مليار كيلو متر فقط وتبلغ السنة على سطح هذا الكوكب مائة وثلاثين يوما ويحصل من نجمه على ثلث الطاقة التي نحصل عليها من الشمس وله اربعة اشقاء في نظامه الشمسي وبرغم ان الانترنت يضج الان بخبر هذا الاكتشاف ولكن لا تتسرع بحزم حقائبك لان هناك بعض الجوانب العلمية الهامة اولا ان الكوكب يوجد على مسافة مثالية لتكوين مياه ولكن لا يعني ذلك بالضرورة ان هناك مياه اي ان العلماء يفترضون وجود مياه سائلة عليه بسبب توفر الظروف المثالية لذلك ثانيا لم يتم تأكيد وجود غلاف جوين على سطحه وجود هذا الغلاف ضروري جدا لوجود مياه سائلة وجود حياة وبالرغم من هذه الملاحظات لكن ذلك لا يقلل ابدا من حجم هذا الاكتشاف الذي يجعلنا اقرب لفهم كوننا واجابة سؤال هل هناك حياة اخرى خارج كوكب الارض لكن هناك سؤال اخر كيف استطاع اكتشاف هذا الكوكب ثم اكتشاف هذا الكوكب بواسطة تلسكوب كوبلا وهو تلسكوب تابع لناسا يدور حول الشمس على بعد خمس وستين مليون كيلو مترا من الارض وهدفه اكتشاف كواكب ونجوم جديدة ولتدرك مدى تطور هذا التلسكوب تخيل انه يقوم بتحليل مائة وخمسين الف نجم جديد كل ثلاثين دقيقة وهناك اكتشاف اخر مدهش وكالة الفضاء الاوروبية تكشف كوكبا يحوي مياها عذبة اكثر من الارض ما تشاهدونه في هذه الصورة هو السيريس وهو عبارة عن كوكب او كويكب يوجد داخل مجموعتنا الشمسية ويدور في حزام الكويكبات الذي يوجد بين زحل والمشترى وبرغم انه مكتشف من العام الف وثمانمائة وواحد الا ان وكالة الفضاء الاوروبية كشفت منذ ساعات عن ملاحظة مدهشة وهي وجود ماء متبخر يخرج من سطح هذا الكويكب بكثافة ما يعني ان الكوكب القزم الذي يبلغ حجمه حجم ايطاليا تقريبا يحتوي على غلاف جوي وسطح من الثلج والمثير ان العلماء يقولون ان هذا الكوكب الذي يبلغ قطره الف كيلو متر فقط قد يحوي مياها تساوي المياه التي توجد على كوكب الارض كله او تفوقها وقد تستغرب من هذه المعلومة لذا دعني اشاركك بمعلومة اخرى تقول اننا لو جمعنا الماء الذي يوجد على الكرة الارضية كلها في نقطة واحدة سيشكل ذلك كرة قطرها حوالي الف ومائتي كيلو متر فقط ومن الجرير بالذكر ان ناسا ارسلت مركبة فضاء الاكتشاف هذا الكويكب في ربيع عام الفين وخمسة عشر لا نعلم بعد ابعاد هذا الاكتشاف المدهش الذي لا زالت اصداؤه ترج المجتمع العلمي لكننا نعلم امرين اولا ان رؤية الحياة في هذا الكوكب ستختلف كثيرا بعدما اكتشفنا ان المياه توجد في كل مكان ثانيا اننا نعلم الان اين سنذهب اذا ساء حال كوكبنا اشتركوا في القناة